فلنعقد العزم على أن نصوم لله تبارك وتعالى يوم التاسع والعاشر من شهر المحرم متقربين بذلك إلى الله تبارك وتعالى وود أن ألفت النظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أعلمه الصحابة أو لما أعلمه اليهود بأنهم يصومون هذا اليوم لأن الله نجى فيه موسى عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى بموسى منه وفي نحن أحق بموسى منه هذه إشارة إلى أن هناك سلسلة متصلة بين الأنبياء بعضهم البعض لأن دعوتهم واحدة ولأن دينهم واحد ألا وهو توحيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه فالأنبياء بينهم صلة واحدة ولذلك نحن أمرنا من قبل رب البرية أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين ولا يستقيم إيمان عبد إلا بذلك فلو آمن عبد بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وحده ثم كفر بموسى وعيسى وغير ذلك لا يقبل منه هذا الإيمان ولذلك نحن فضلنا الله عز وجل على غيرنا من الأمم الذين آمنوا بأنبيائهم فقط فضلنا عليهم بأننا آمنا بكل نبي ورسول أرسله رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه وهذه من نعم الله على أمة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم